بظل انقطاع الكهرباء وتعذر إيصال المياه إلى المنازل ببيروت وضواحية وبعض المناطق الأخرى زاد الطلب على نقليات المي بالتالي ارتفعت الأسعار ووصلت إلى الـ 700 و 800 ألف ليرة للنقل الوحدة ببعض المناطق هالأمر بيعود إلى أن بعض أصحاب صهريج ضخ المياه بيرفضوا يقوموا بنقليات صغيرة فإذا كنت يا مواطن بحاجة لمي شوف جارك إذا بده كمان إلا أن تأمين المياه إلى المنازل ما المفروض يكون من مسؤولية المواطن بل من مسؤولية الدولة ولكن بظل عرقلت كل حلول من قبل بعض الأطراف السياسية أنقطعت المي وما في حل إلا بالنقليات أول شي النقلية اللي عم بعبيها تحت الخزان شفتي يا حضرتك عم بعبيها 150 ألف وفوق على السطح عم بعبيها 200 ألف يعني شو عم بقدوني جمع مثل ما هي بقدوني المي حسب المصروف المي هو لني يعني أنه 350 ألف الجمعة بحط يعني بالشهر الله يساعدنا ما عم نقدر نعبي ونكفح حالنا عم تجي عندكم المي؟ لا أبداً ما عم نشوف المي إذا أجي إذا جيبوها بيجيبوها الساعة كل ثلاث أيام ما عم تجي أبداً وإذا أجي الكرسي يعني تجيين عن الساعة الساعة بيقطعوها قديش عم تتكلفوا بالشهر تقريباً على نقليات المي؟ المي محطنا شي ألف مليون ليرة بالشهر ماي مش عم نلاحي قاعدين مجايزين بدأنا نتحمى ما في ماء يعني هلأ عبينا ساعة نص خزين بس نص الخزين معاوك رلق لأنه مجوي بدأ ننطروا لعشية أو لبكرة عبكرة نقدر نتحمى بعد مليمة ستنكة البنزين السبعمائة ألف ليرة لبنانية والميزوت لثمانية وتسعة وثلاثين ألف ليرة أجبر أصحاب الصهاريج على رفع تعرفة نقلة المي ولكن رغم أنه ببعض المناطق التكلفة لا تزيل مقبولة نوعاً ما اتخطت هالتكلفة المليون ليرة ببعض الأحيان أنا نهار التلاتة جيني 200 تليفون لناس بدأ مي أنا لحالي نجبرنا نعلي السعر ويمكن بعد نعليه إذا بدي يضل هاك المزوت وبيضل كل شي غالي علينا ما رح نقدر بقى نبيع هاك بالنسبة للماء يعني بكتقولي كل يوم أي يوم لا بدون يعبوا العالم يعني خزاناتهم ما بتقديهم أكتر من النهارين بس في مناطق بتضلها شوي يعني محسنة فيها مثل الحدد مثلاً البلدية عاملة مشروع ماء عم بتجيب الماء بعدها مقبولة يعني بالنسبة لغير مناطق وديش هلأ صارت تكلف نقلة الماء إذا نقلة كبيرة بحدود المليونين مليونين ونص إذا خزان صغير كبات ألف لتر يعني بالميتان ألف أو مية وخمزين ألف حسب بلبنين بلد المي والينابيع والأنهار تأمين المي إلى البيوت أصبح أمر متعذر عليه فبالرغم من أن المواطن مضطر أن يدفع في تورية الكهرباء مرتين والماء مرتين إلا أنه صار مضطر يدفع على الدولار أو بأسعار خيالية ترجمة نانسي قنقر